بحزة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني تتصاعد وطيرة الانتهاكات التركية للسيادة العراقية يقابلها موقف حكومي خجول غارات تركية وانتهاكات مستمرة للأجواء العراقية وقصف لمحافظة نينوى كان آخرها مركز قضاء سنجار غربي الموصل حيث استهدفت طائرة تركية مجلس الشعب الإيزيدي في مجمع خانصورة ذات الغالبية الإيزيدية بحجة استهداف حزب العمال الكردستاني فكان ضحيتها سقوط الأبرياء من المدنيين واستصمت مطبق من الحكومتين المحلية والمركزية تم استهداف معلم من معالم الإيزيدية هي قاعة لالش في مدينة الخمصور هذه القاعة لاستعملها أبناء مكونة يزيدين للمناسبات وليس هي مقر حزب ولا إلى آخر هذه القاعة تستعمل من أجل المناسبات والفواتح وكثير من أمور أخرى القصف التركي يشكل تهديد حقيقي لأمن هذه المناطق والأمن العراقي وأمن الدولة العراقية فهذه المنطقة هي جزء من الدولة العراقية والمواطنين الذين يتم استهدافهم أمور مواطنين العراقيين وبين كل فترة أخرى يذهب هناك ضخايا أبرياء بسبب هذا القصف القوات التركية ما زالت تمارس جرائمها واعتداءاتها وقصفها المتكرر بحق الشعب العراقي في خرق فاضح وواضح للسيادة الوطنية وتهديدا سافرا للأمن المدنيين وممتلكاتهم في تلك المناطق حيث أن تكرار الضربات يمنع من عودة النازحين الإيزيديين إلى مناطقهم سنجار وأهل سنجار لا تنقصم المشاكل ولا تنقصم الأحداث المثيرة التي تهدت أمنهم أو التي تهدت طريق عودتهم ليمارس حياتهم طبيعية بعد أربع سنوات أو حتى خمس سنوات من تحرير سنجار هذه الضربات الجوية هي المستمرة تعرقل عودة النازحين إلى مناطقهم في سنجار قواعد عسكرية لتركيا في دهوكا وأربيل ونينوى واستهداف وقصف لسنجار ومخمور وحرق للمزارع في دهوكا وتهجير للقرى بداع وجود حزب العمال الكردستاني بينما الحكومة صامتة عن كل ما يجري تساؤلات بلا جواب والضحيتهم المدنيون يتساءل مراقبون عن سر غياب الدور الحكومي في اتخاذ إجراءات رادعة لوقف الانتهاكات التركية وحماية أرواح الأبرياء لقناة الرابعة محمد الشبكي الموصل اشتركوا في القناة